حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط قال بايدن في مقابلة مع شبكة ABC إنه يعتقد أنه لا يزال هناك إمكان للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يبدل المنطقة برمتها وأضف بايدن أن هناك احتمالا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وسيمكن ذلك من التركيز على الضفة الغربية وغزة